سياحية في عيد بوشانت حيث أوهمتهم الوكالة بالتنقل البقاعي المقدسة مقابل دفع مبالغ مالية حيث بقوا محتجزين على مستوى مطار محمد بوضياف في قسنطينة لسعات طويلة للإشارة فإن رحلة المعطمينة كانت مبرمجة قبل أسبوع ألغيت بسبب عدم وجود تأشيرات التفاصيل في ميكروفون مرسلنا من قسنطينة شمس الدين تأمان قلنا نديكم للعمرة وكانوا يقرأوا عنده زملائي هادو كمرشيدين منهم الأخت نتاعي خلصنا 14 مليون وثمنمئة قال لنا بلي نديكم للعمرة أعطانا مواعيد على كل حال مواعيد فايتة كما نقوله وما وفاش بالوعد نتاعو تفاجأنا رأوا عندنا في الأسبوع تقريب كنا في جزائر العاصمة هبطنا اليوم القسنطينة قلنا على أساس بشتركبوا التونس تدير السكال ونروح للبقاع داروك حنا هاد الأستاذة دا قلنا له بيننا الوجهة داروك تيتلو 85 مليون وش نطالب اليوم؟ نطالب اليوم يعطيلي دراهمي والله يدير لي حل باش الروح أنا ولدتي في العطلة هذي للعمرة في أقرب وقت ممكن ما عندهاش ترخيص ما تحملش ترخيص تعال تنظيم العمرة والمشكلة راهو يعني في المعتامرين للديوان كديوان راهو دار كل طورق وباش يوضح للناس ويوصل للناس بلي هاد لازم قبل ما يخيروا الوكالات السياحية ليروحوا معاها لازم يسكسيوا عليها هذا وقد أكد صاحب الوكالة السياحية التي كانت من المفترض أن تنقل المعتمرين أنه بدوره أيضا تعرض لتخايل من قبل وكالتين أخرى يتين في كل حال وقعت كارثة في مطر قسنطينة أنه المعتميرين كانوا كنا وعدينهم بش يمشوا في رحلة في تاريخ معين ومشاوش لأسباب أنه أنا تسكرو كريت أو لا حتولي حتولي عليا في الجزائر العاصمة ومن بعد ذلك حتولي عليا من طرف واحد مننا وكالة من سطيف بش يدلي تأشيراته وقالي بلي تأشيراته راحين يخرجوا وليخرجوا كل مرة وش يقول لي ترجمة نانسي قنقر